اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مصري اشتركوا في القناة وكذلك ديتهم ترفع لهذه القلعة هذه في المدينة في مكيني انا فهي من البوفينش هذه الموضنة صراحة هذه جيد جيد قديمة يعني كتظر على سنة 939 ماشي الف وتسامية من 939 اللي كانوا مدينة تكني في اغل برابرة الهنغريين لغة القصة هذه طويلة بزاف وقديمة وخان بغين نشرحها ما ديش نعرف حتى انا مفهماش بساف ولكن فيتا فيتا ادخلنا لها وشافوها فانا ابنتي كان وصفتوها لمدراسة كان درت فيها واحد ليتوغن داخل كانت جيد جيد رائعة حيث كنت انا معها فان شاء الله مرة واحدة اخرى مين تكون فتوحة بعد ما يرفعناها للحجرة الساحية ان شاء الله غادي ندخل ونحب اني نشارك معكم فصراحة جيد جيد رائع ذاك القصر اللي كله من داخل مهم بصاوب شهاجات طب دي طب وهذا بالنسبة للسان تربيل وهذا كيف ما كتلاحظو خاكك تبني خاوية يعني الناس قلال اللي كاين خارج علاج له لانه صراحة هاد مار كان لبرد شوية وكيف ما كتلاحظو كتلكم البيران اللي غج داغون كوشي مستودي يعني الناس اللي اخرج ما عندو شفين يقصو فقط لي مجازان تحويج اللي فاتحين كيف كتلاحظو مايا لغوخة هاكاك حنا استغنينا الفرصة ما عنديش الغرض بلي مجازان فنزلنا لهاديك الطبيعة قلت نتمنك واحد ساعة لما قنام بعد ما تمشينا اه ضربنا دويرة داروا القوت ديتم ما كيف خفيف بريف ورجعنا كنوريكم اقوم بتصغير الفيديا وضع فيديو بيش ان لاجدك اخر حتا اصلاح لتنبخه حين سوف اتباع هاد خارج نتمنك فدبا اعشا على البتارة بشنصب معكم كوشي مستودي فكيف ما قلت اعود نبارة بشنصب لها بيتسا فكيف ما قلت لكم على بره اعشا اعشا على البتارة تصالب لها بيتسا هنا كيف ما انا حدو معي اخلي ثلاثة دية الكسان الدقيقة الابيض خمير خمير خبز زازر بازيليك ملح كبار دي السكر وكذلك الملح مع القراكة في القياس وشوية دي الخل غادي نحتاجه كذلك فانا كيف ملاحظته يعني اخليت المول دي اللي غادي نعجن فيه ادرت كل شي من غير الدقيق يعني كيكتلاحظوا كل شي بين في الفيديو فاضفت كل شي كل شي من غير الدقيق فصفي غادي نديروا باش يدخل شوية جنس يعني باش يدوب دي السكار والملحة وكذلك الخمير عجل الحبوب ما تبقى الشادة في راسا فالبنات ساحيدة بالبرد كنعود نأكد لكم فانا درت لماذا ما شوية دافي اكتر من القياس يعني غادي سخوني باش ضغي ضغي لانا طفا رجعنا فيهم الجوع بزاف يعني قصني ما امكان ضغي ضغي نحط لهم هادا لبيتسا ففوني على القبلة كيكا نخلي وحناي مهم ما عندي ناش كيف ما رحتو فقط كنضيف شوية بشوية فبالضبط البنات والله الى الطريقة تبعوها راه ناجحة هادي لابات كتجي الرائعة ثلاثة دي الكسان عامرين دي دي الطحين مع كاس دي 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 المدافي فاجتني ايها هاديك كيف ما كتلاحظو راه خاك تلصق في ديد ما تخافوش منا راه كنأكد لكم كاتجي هي شيشو كاتجي ووار لبات كاتجي طب دي طب إذا الشي لا فيدي دي جنو دي جربي عذابة وإلا ما جاتكش دخلي لي لي كومونتاغ وقولي اللي بغيت تقولي في فعلا راتي وعيني مهم باش ما تلصق لكم شفيد ديكم كيف ما لاحظو في الوقت لسا خديتش دي زيت العادية ودهنتي دي تافيدة بغادي نغطيها هاكا غادي نخليها ترتاح ينصا عما إلا خليتها ترتاح اكثر فكان احسن هنا بالنسبة للتعمير يعني اللي غنعمر بها كيف ما لاحظو هنا اول حاجة وريدكم الفلفل هذه اللي كنت قطعت ودرتها في مجمد يعني كشوها بقش الدراسة ما يعني ما نزلات متاشي حاجة المهم بنسبة للطريقة فانا اخذت الفلفل الكفتا والبصيلة قطعتها كشرائح طويلة شوية دي لتومازة تارزوية بالجيال الملح والبزار والفلفل حمرة اكيد او صافي غادي نديرهم ميتسوتا ويعني تتمزل مزيان على هات الشكل كيف ما لاحظو هنا عندي شوية دي لفخوماج غابة مخلطة لحسب كل واحد واشمن فخوماج كي بغي يحتاش عندي كده الكاشر اللي حكيتو عندي كده الكاشر اللي حكيتو عندي سلسلة طماطم ساوبتة فقط بصوليس اللي حيثنا دي جاعدنا يعني كدكم تواجدة ندرتها هاتا هي الملح والبزار شوية دي لزويتة بلدية وهنا العجين دي كيف ما لاحظو فانا زربت ايلا يعني ما خليتها ايش ترتاح بساف كي قلت لكم تقريب ان اخليتها ايش ترتاح بسافة يعني يلا طلعت ايش شوية فهنا اخليتها اقسم ثلاثة دي الكويرات بالنسبة القياس فهذا القياس اللي اعطيتكم فهو كي خرج ثلاثة دي البيتات الى القياس دي ال 30 ديال السنتيم انتم ما غادي تشوفوا المل ولكن انا غادي نخدم فقط جوج قياسنا وحدا غادي نحتفظ فاهم من بعد وغا نوريكم فين مهم هنا اول حاجة كيف ما لاحظو انا اخليت الحرش يعني ما اخليش الدقيق الابيض فاخليت الحرش وابكت كان دلك هاكا تحولوا ما امكان ما ترقوهاش بزاف يعني قدم ما رققتوها قدم ما كتجي هي رقيقة فانا هنا يا بقيت كان جمال جوانب ديالها فصراحة رققتها شي شوية كيف ما كي يبغيوها ولادي المهم هالطريقة ديل هاد النهار انا هي حاولت نديرها معاكم بزربان ولكن ان شاء الله بالعقل بالعقل من لنا القدام هادي نعود نحضرها نديرها فيديو ديالها خاص و بالحوشوات اللي نغم المو كاتجي بهم بيتزوينة حيثا دمار انا كتافية تغيير باللي عندي في الدار يعني وكذا اللي كان نشارك معاكم حتى صالصة بيانكا صالصة ديال البربيكي كان بزاف ديل الصالصات كي جو جد رائعين لي باش تصغنى وقاع على ماتاشا المهم هنا كيف ما لاحظو في الفيديو من بعد مجمئة للجوانب ديالها فاصرحتها وضعت لها صالصة طماتم كيف ما كتلاحظو تبرك الله كل شي رهبين اول حاجة درت شوش ديال فخوماج كيف موتاريلا العادي يعني ما كاش متوجد عندي حتى ديال البيتزا يعني هذه القوام هي ديال الزربة وكذلك عندي فخوماج غابي وعندي فخوماج صندويش فالطبق الأول درت فيها ماتاشا من بعد شوش ديال فخوماج ميكس وعاوتاني درت الكفتال اللي حضرت معاكم يعني الحشوة بصفة عامة ودرت فق منها وتنين فخوماج هاكا وصافي عاوتاني غاندوز للتانية تهيان في شكل كيف ما كتلاحظو فانا درت السلصة ديال الطماطم بعد ما رحت لابات ديالي فشان قولكم عاوتاني دخيلوا معايا راني مقطعت الصوت لاناني راني خدامة معاكم واممطان اعتراه ولادي راها الفضيح حادي لكل شي شدو الجوع الموام هادي هي الكويرة اللي بقتليا فانا درتها فالخنيشة هادي يمكنكم تحتافضوا بها في تلاجة الغضائي اللي كتو غا تستعملوها وإلا ما كنتوش غضاء يمكنكم تديروها في الكنجيلاتير هاكا يعني بلا ما تطيبوها لا تشي حاجة فكنقول لكم حت الحاجة اللي انا مجرباها ومتأكدة منها فانا كنخليها هاكا ميكا تبقالي باع شوية ديال ديال كيش ولا ديال بيتا ولا اي عجين فكنحتاف ضباعك وخافي هالخميرة ديال الخبز مما تخافوش منها وان شاء الله منها اللي غنجبدها غنجبدها وغنجربها معاكم وغنعود نرجعكم ونقول لكم هادي هي اللي كانت خبات بشوفوها وتأكدوا بعينيكم فسافي نارا ندرت كل شي في الفران وفي نفس الوقت البنات صراحة ما كان بغيش انا المعاني جمالية بزاف كيف ما لحظو يعني بساعتين ضفت وجمعت كل شي يعني اللي انا بيتا ما كتاخدش بزاف تقريبا تولو تساعة ديال طياب درتها على درشة 180 درشة الحرارة وكنحاول نحطها نتحت يعني يلا حطة البيتا الثانية درتها نتحت بشكت تحمر مديان اما هي ضغي ضغي يكطب وصافي قلت هاداك الوقت علش ما باش مامشيش لانجلس لتاشي حاجة لن هستيليفون كيف ما كتلاحضو يعني قال لك حديثو مغزل داك شي كي طيب وما يبطان يدي اخدامين وباش نجمع ونرجع كل حاجة بلاسة ونرتاح من بعد لاشا باش يلا الله نرتاحو حي تفغيمو هاد نهار هادا اييت 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 ولكن الحمدول الله بعدها من كيف رحوا الدراري ونشطو تاما بدل الجو عدي كيد نيومة في هالبنات والله القاسة وصافينا كيف مالحتو خصلت الاجانة ديالي ورجعت البلاسة حيث صراحة عندي الكوزينة شوية صغيرة فجمعتها كالخبعة في بلاسة وحنا اتانية رجعت كل حاجة البلاسة كيف مالحتو كيف مالحتو كيف الايام العادية ومسحت الكنتوار ديالي باش هنا نوجد فين غاد نحط البيتا ونقشي دراري وعالله نمشي نرتاح غزالتي الاخر ديالفيديو وهذا احنا وصلنا له اولا بيتاية هادي كيف مالحتو فلابات ديالها كدجي جد جد رطبة غزالة ونازلة كدالك شوفوا الجواني بتديولها فانا كي قلت لكم رققتها يعني كو كانت غليدة غتبالكم مكتر هنا انتحد ديالا كدجي غزالة غزالة لبنات نتمنى انكم نجربوها واكيد انها غت عجبكم ما غت ندموش على الطريقة وراها كيف جد اقتصادية وان شاء الله نعود نعودها معكم في فيديو وحد اخر من حسن وشكرا مرة وحد اخرى